لم تكتفي الميليشيا الخوثية بتعطيل التعليم الحكومي ونهب مرتبات المدرسين وسرقة المساعدات الأممية التحفيزية للمعلمين والمعلمات بل تسعى لإحكام قبضتها على التعليم الأهلي وتتجين مخرجاته طائفيا ومذهبيا وعنصريا ميليشيا الخوثي فرضت ما أسمته مشرفا ثقافيا على المدارس الأهلية في محافظة صنعاء كمشرف مقيم داخل المدارس الأهلية يعنى بمهمة تعطيل وحرث مسار العملية التعليمية في المدارس الأهلية وتخصيص حصص لتعليم الطلاب ثقافة الكراهية والطائفية وبث دروس الصريع حسين الحوثي وبحسب الوثيقة يعنى المشرف الثقافي الافتراضي بقرار الانشطة المختلفة مثل الإذاعات المدرسية والمسابقات المنهجية والعلمية وأسند إلى المشرف الثقافي مهام ما وصف بتفعيل المناسبات الدينية وتفعيل ما أسمي بليوم الثقافي في إشارة إلى الفعاليات الاحتشادية الحربية ذات الأبعاد الطائفية والدلالات المذهبية شبح التعليم وغسل أدمقة الأجيال قادم هم أرهق أولياء الأمور الذين فروا بأبنائهم من المدارس الحكومية بعدما دمرت الميليشيات التعليم وعسكر المناهج وأذلجوها وجعلوها طائفية مذهبية التوجيه وعمدت ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها إلى استغلال العملية التعليمية والمدارس والمناهج الدراسية وتوظيفها أداة في الحرب في تهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والتعدد والتعوش بين اليمنيين اشتركوا في القناة